النهاردة عن نتكلم عن مهارة مهمة جدا جدا في الحياة الزوجية مهارة دي لما بيفقدها كثير من الأزواج بيحسوا بحالة من حالات عدم الاستقرار في حياتهم الزوجية مهارة في الحقيقة مش مهارة بنحتاجها بس في الأوقات الصعبة أو احنا محتاجينها على طول بس احنا عنا نتكلم عنها امتى المهارة دي لو استخدمناها بتكون في أفضل الأوقاتها المهارة دي هي دعم شريك الحياة في أوقات الشدة المهارة دي هي في مهارة كده اسمها مهارة دعم شريك الحياة في أوقات الشدة أوقات كتيرة شريك الحياة بيتعرض لظرف والظرف ده بيكون من أعلى من طاقته وأعلى من استعداده وأعلى كمان من قدرته على التفكير إزاي يعمل ده وعشان كده لازم شريك حياته يدعمه ويقف جنبه ويمكن الفقد هو ده أكتر الأوقات اللي بيحتاج فيها شريك الحياة للدعم من شريكه في حاجة لازم نقولها هنا إن في الفقد بالذات بيحصل حاجة ما بيبقاش شريك الحياة متصورة إن شريك الحياة اللي فقط نفطر الزوج أو زوجة بيرتفع عنده سقف توقعاته من شريك حياته وعشان كده لازم نخلي بالنا وإحنا كلامنا النهارده عشان ينتبه شريك الحياة الداعم مش الفقد سواء الفقد ده كان الزوج أو الزوجة وده عشان نقدر نتعامل مع الفقد بنقول للناس ما تنظروش للفقد ولكن اتأهلوا بدري وما تنتظروش إن الفقد يحصل لكن اتأهلوا إن بدري في بعض الناس يقولوا يا جماعة ما نبشرش على نفسنا خلينا كده عايشين في الرخاء وإن البلاء موكلوا بالمنطقي لا إحنا طول الوقت بنفقد أشياء كتير بنفقد شغل بنفقد صديق بنفقد فالمسألة مش مسألة الفقد ده لأن في بعض الأحيين لما الإنسان بيفقد حاجة حتى لو كانت في نظر شريك حياته حاجة ليلة ممكن تكون حاجة مؤسرة في حياة الإنسان فلذلك الفقد وأوقات الشدة دي مهم جدا جدا أنا بسميها أوسع فرص التغلغل في شريك حياتك حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم طول الوقت بيعلمنا إزاي نقف جنب بعض وإزاي يكون الإنسان للإنسان كالبنيان يشد بعضه بعضا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر أيوة كده أيوة هو ده الدعا ولازم لما يحصل الفقد بقى إن احنا نغير رؤيتنا للحياة فلازم نفهم إن كل مكون من مكونات الحياة بما فيها أحبابنا ومتلكتنا وأشغلنا كل ده حاجة جاية عشان تأدي وظيفة وإن اللي حاصل ويجي حاجات تانية تأدي وظيفة مكانها ما تعودش تقول للناس إن الحاجات دي بتفنى لكن قلهم إن هي جاية عشان تأدي وظيفة وهي قدت وظيفتها يعني إيه؟ عشان يفضل الناس حاسين إن الحاجات اللي فقدوها مش حاجات تترمي لكن حاجات ملها حاجات قدت وظيفتها ولازم إحنا نكمل وظيفتها أي حد فقد مثلا والده لما تكون زوجتك فقدت حماك أو فقدت حماتك أو فقدت صديقة ليها أو الزوج فقد صديق ليه أو حتى فقد ابن من أبنائهم ده بيقول إن اللي كان موجود ده أم بدوره ولازم أنت تطور من نفسك وتقوم بدور جديد مع نفسك ده المعنى اللي إحنا لازم نوصله لأحبابنا بس عشان نقدر نوصله لهم لازم نأكد كمان على إن الله أكرم وأرحم وألطف من إنه ياخد حاجة من حد وكانت دهاله لأن الملك إذا وهب ما سلب وسبحانه وتعالى لا يحتاج لهذا ولكن لما تيجي تتعامل مع الفقد لازم تكون حكيم ويبقى عندك مهارة دعم شريك حياتك في الفقد ده ونعرف إن إحنا مش بنفقد ومش حياتنا بتنقص ده إيه اللي بيحصل؟ ده حياتنا بتتطور في حاجات كنا ممكن محتاجين هو إحنا صغيرين لكن لما كبيرنا ما بقى إنهاش محتاجين له يبقى أنا قوي 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 إزاي الأولاد بيستقلوا عن أبائهم وأمهاتهم وإزاي الحياة بتتسع في عين الشخص اللي كان الدنيا صغيرة عنده بقت بتتسع وهو الآن محتاج يجرب وبيعتبر إن نصيحة الأباء والأمهات في أوقات كتيرة بالنسباله نوع من أنواع التقييد يبقى إحنا لازم نفهم إن الناس قاموا بأدورهم ولازم الحياة تتطور وإحنا بنتعامل مع الناس لازم نعلمهم من حياتهم مراحل وفيها دايرة للحياة والدايرة للحياة فيها أشياء بتاخد أدوار أشياء تانية ويمكن ده تقدر أفهمه لكم بشكل واضح لما نلاقي أنماط الأزواج مع بعض شبيهة بالأدوار اللي كانت بتقوم بيها الأمهات أو الأباء ففيه الزوج الأم وفيه الزوج الأب وفيه الزوج الصديق عايزين نقول إيه إن إحنا في حياتنا بيجي ناس ياخدوا أدوار مهمة في حياتنا ليه لإن الحياة بتتطور وعشان كده مفهوم الفقد أكثر اتساعا من فقد الناس بالوفاة ممكن يبقى انفصال ممكن يبقى طلاق ممكن كمان يبقى فقد الناس ولو كان بالموت لازم نفهم قاعدة مهمة تتعلق بيه إن الناس ما بيذهبوش بالموت إلى الفناء هو ما راحش إلى الفناء هو راح لحياة أخرى بيننا وبين وسائل تواصل كتيرة جدا جدا المفهوم ده لازم أتعلمه أنا إذا كنت عايز أقوم بدعم شريك حياتي أفهل لازم نفهم إن الحياة إن الموت ده مش معناه الفناء لو كان والد لو كان والدة لو كان أي حد انتقل مش معنا كده إن هو في الفناء أنا عمر الورداني لما بيت دايق بحس إن أمي الله يرحمها بيتبتسم لي وأنا عارف إن الابتسامة دي مش وهمية دي ابتسامة حقيقية في عالم هي فيه أوسع بكتير من العالم الأشباح اللي إحنا فيه ده في عالم وسط اسمه عالم البرزخ واللي هي بتتخلص فيه من دي المكان والزمان والأجساد وتنطلق في عالم الروح فإحنا ممكن نكون في علاقة واضحة الكلام ده لازم نقوله لشريك حياتنا نقوله لشريك حياتنا بس بحكمة يا ريت في التعامل مع الشخص اللي فقد لازم يبان فرق كبير بإن إحنا نقوله إن لازم نفهمه بس نفهمهش بما إحنا إن إحنا نتحول إلى معلمين ومدرسين لي لازم نقوله إنك دخلت في بوقت قد إحساس تانية وفي عالم تاني بعيد عن عالم الوجع عالم متسع بينك وبين حبيبك اللي انتقل بس أوعى لما يحزن أو يتدايق إحنا كايين بنعمل إيه دلوقتي بفتت ليك المهارة مهارة دعم شريك الحياة عند الفقر أول حاجة لازم أنت تكون جاهز نفسيا إن أنت تكون فاهم إن الحياة أوسع بكتير إن هي تنتهي بالموت ولكن اللي بيموت بينتقل إلى حياة أخرى وبينه وبينه علاقة أكيدة وعشان كده بيفضل الإنسان زي ما حضرت النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عملوه إلا من سلاس علم ينتفع به أو صدقة جارية أو أولد صالح يدعو له يبقى إذن هو ما رحش للفناء إحنا بينا وبينه وصله وهذا الكلام لابد إن أنا أكون أنا حسه عشان لما أعيش معه شريك حياتي يقدر يفهمه أنا كمان بشكل كبير جدا جدا لازم أنا كمان أكون حاسس بشكل واضح إن أنا بيني وبين أحبابي اللي انتقلوا إلى هذا العالم صلة ويا ري تقدم له هذه الخبرة بس خطر جدا إن حد ييجي ولازم نقول بقى إن احنا لازم نعمل إيه من المهارات المهمة إن أنت متكذبش مشاعر شريك حياتك وهو في الحالة دي لأن لو حد ييجي يكذب مشاعر الشخص اللي فقد هيحس بإنه إيه هيحس بإنه هو والعيز بالله بيحاول يخليه إنسان زي الحجر أو يحس بإنه هو الإنسان اللي فقده ده مالوش أهمية فيتحول إلى إنسان عدو ولذلك إحنا نأكد له مشاعر الحزن اللي عنده على إنها مشاعر صادقة وإنه هم عنده حق في ده بس ممكن نكلمه بعد كده عن مصدر المصدر المشاعر دي ونجي نقوله أنت شاعر بالفقد لأنه هو تحول إلى الفناء أبدا ده فيه طريق مفتوح بينك وبينه وممكن نكلمه كمان على السلوك المترتب على هذه المشاعر ونقوله ما ننفعش إن أنت تمشي ورى مشاعرك دي فما تكلش وما تشربش وتهجر الحياة والحياة تبقى عندك تنتقل إلى ما يسمى عند علماء النفس إلى الحزن الدفين لا وما ينفعش إن مشاعرك هي اللي تسوقك لكن نعمل إيه نحاول نقوله إن المشاعر موجودة ومشاعر صادقة بس ما ينفعش إن هي تكون هي اللي بتقودنا في حياتنا